برامج وأنشطة مختلفة تقدمها مراكز شبابية في المفرق التي يأمل أهاليها بدعمها وتطويرها كي تستقبل أكبر عدد ممكن من شباب المحافظة أكثر من 200 مركز شبابي في الأردن 35 منها في محافظة المفرق يعول عليها في تفعيل دور الشباب وصقل شخصياتهم وتطوير مهاراتهم من خلال أنشطة وبرامج وفعاليات مختلفة في مكان آمن يضمن لهم حق العطاء والتميز في خدمة المجتمع قبل ثلاث سنوات لم أكن أدخل في المراكز الشبابية من خلال فترة دخلت في هذه البرامج ساهمت في تعزيزي وتطويري في العديد من الأصعد على مستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي والثقافي أنا تقريبا بدأوا في مركز الشباب المفرق 9 سنين وأخذنا مبادرات كثيرة وإله دور كبير في السقل الشخصية من ناحية اجتماعية من ناحية نفسية من نواحي كثير أخذنا دورات عديدة مع دكاترة بمجال القيادة بمجال السياسة بمجال التصويق بمجال الإعلام كان له دور كبير في تغيير شخصيتي من شخصية عزالية تقريبا لشخصية اجتماعية أنا ممتنة لهذا المركز لأنه سقل شخصيتي كمان خلالني أتعرف على ناس جديدة زادت ثقتي بنفسي عملنا كثير هون مبادرات وحضرنا كثير أشياء منها القيادة رايز مع أجال السلام وزارة الشباب تؤكد أنها وضعت خطة للخمس سنوات القادمة لصيانة معظم المراكز الشبابية وتطوير معداتها وبناء مراكز جديدة مجهزة بما يلزم للقيام بدورها على أكمل وجه اليوم نسعى نحن من ضمن خطة تطوير المراكز الشبابية والتي أقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر على مدى خمس سنوات من تطوير البنية التحتية في مراكزنا الشبابية وإضافة مساحات آمنة لها إضافة إلى تطوير البرامج المقدمة داخل المراكز الشبابية ورفع سوية العاملين مع الشباب في المراكز المختلفة وجود المراكز الشبابية وتفعيل دورها في المجتمع يتطلب ابتكار وسائل جاذبة لاستقطاب الشباب وإشراكهم لإعدادهم ثقافياً واجتماعياً ونفسياً ترجمة نانسي قنقر